سأنتقل بكم إلى مجموعة من الآيات تحدثنا عن الولاية الكونية وهي أوسع بكثير من الولاية التكوينية ما تقدم من الآيات كان الحديث فيها عن الولاية التكوينية والولاية التشريعية ما سيأتينا من آيات فإن الحديث فيها عن الولاية الكونية الولاية الكونية خاصة بمحمد وآل محمد فقط أما الولاية التكوينية في سعتها المطلقة هي خاصة بهم لكنها قد تكون بمستوى من المستويات في الأنبياء والأولياء قطعا بإذن منهم بإذن من محمد وآل محمد نذهب إلى مجموعة الآيات التي تتحدث عن الولاية الكونية في سورة المؤمنون من الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقي هناك خالقون حقيقيون الله سبحانه وتعالى قارن فيما بين نفسه وبينه الخالقون الحقيقيون هم الذين قدرتهم على الخلق كقدرته لكنه أحسن منهم لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي منحهم القدرة على الخلق وهو قادر على إعدامهم هو قادر على أن يأخذ منهم قدرتهم على الخلق وهو قادر على إعدامهم لكنه هل يفعل ذلك مستحيل على الله أن يفعل ذلك لا لأنه ليس قادرا على ذلك وإنما كماله يتأبى ذلك لأنه قد جاد بكل جوده عليهم فقبيح على الله أن يعود بكل جوده الذي جاد به عليهم الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل القبيح قطعا الله قادر على أن يفعل القبيح لكن من المستحيل أن يفعل القبيح ذاته تتأبى أن يفعل القبيح الأمر هو هو في المعصوم فإن المعصوم أتحدث عن محمد وآل محمد فإن المعصوم منهم من أئمتنا المعصومين الأربعة عشر إنهم قادرون على أن يفعل القبائح لكنهم لا يفعلون القبائح مستحيل أن يفعل القبائح كمالهم وجمالهم يتأبى عن فعل ذلك ذواتهم تتأبى أن تفعل القبيح مع أنها قادرة على فعله الاستحالة تأتي من جهة كمالهم كمالهم يتأبى أن يصدر القبيح عنهم وهذا المعنى تجل عن عصمة الله سبحانه وتعالى ونحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله العصمة واحدة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل القبيح لكن يستحيل أن يفعله جماله جلاله كماله قدسه يتأبى أن يصدر القبيح من الله حينما جاد عليهم بكل جوده من القبيح أن يعود بجوده هو قادر هو قادر سبحانه وتعالى أن يأخذ كل شيء منهم وقادر على إعدامهم لكنه لن يفعل ذلك الأمر مستحيل كل شيء هالك إلا وجهه هذا موضوع بحاجة إلى بحث إلى تفصيل في القول ولست بصدد الحديث عنه إذ قد يقول قائل فإن الجودة الإلهية واصل إلينا الجودة الإلهية لم يصل إلينا مباشرة من الله مثلما وصل إلى محمد وآل محمد وإنما وصل إلينا عبر الأسباب والوسائط والعلل وجوده بالنسبة إلينا جود ناقص جود كامل من حيث نحن لكنه في الحقيقة ناقص لأن أوعيتنا أوعية ناقصة موضوع بحاجة إلى تفصيل في القول لست أريد الولوج فيه لأنني سأتحدث وأتحدث حينئذ وتنتهي الحلقة لا أنا الذي وصلت إلى غاية في موضوع الحلقة ولا أنا الذي سأتم الكلام في هذه النافذة التي سأفتحها فتبارك الله أحسن الخالقي الله لا يقارن نفسه بعيسى مثلا عيسى نسب الخالقية لنفسه في سورة آل عمران الله نسب الخالقية إليه في سورة المائدة لكنها خالقية محدودة ليس من المنطق أبدا أن الله يقارن خالقيته بخالقية عيسى أن يصنع تمثالا من الطين لطير ثم يبعث فيه الحياة هذا خلق لكنه في مرتبة متدنية جدا 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 لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بخالق كهذا الخالق في سورة العنكبوت في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا الإفك هنا الدين المبتدع بأوثانه وطقوسه وأكاذيبه ورجال دينه بالضبط كالمذهب الطوسي إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا الذين ينحتون أصناما لعبادتها إن كانت الأصنام من الحجر أو الذين يؤلهون أصناما من البشر ويصنعون منظومة دينية إنهم يخلقون إفكا فهل أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول في سورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين يقارن نفسه بخالقين كهؤلاء هذا الكلام ليس منطقيا فإن الله لا يقارن نفسه بخالق كعيسى ولا يقارن نفسه بخالق كهؤلاء الذين خلقوا أوثانا من الحجر أم من البشر وابتدعوا دينا هؤلاء أيضا يخلقون بحسب تعبير القرآن إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا الخالقون الذين يتحدث عنهم القرآن هم محمد وآل محمد ولذا جاء الجمع جاء بصيغة المذكر السالم مثلما جاءت آية التطهير بصيغة التذكير فاطمة صلوات الله وسلامه عليها داخلة في هذه الصيغة العامة باعتبار أن الغلبة للتذكير فتبارك الله أحسن الخالقين هذا الوصف ورد أيضا في سورة الصافات في قصة النبي إلياس في الآية الثالثة والعشرين بعد المئة بعد البسملة من الصافات وإن الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا هذا صنمهم صنمهم من الحجر الذي كانوا يعبدونه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولي أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين هناك خالقون ولذا فإن الله سبحانه وتعالى قارن فيما بين خالقيته وخالقيته لكنه هو أحسن الخالقين لماذا؟ لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي أعطاهم القدرة على الخلق وجعل خالقيتهم كخالقيته مثل ما جاء في دعاء شهر رجب إنه الدعاء المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك مخلوقون لا فرق بينك وبينها وبين محمد وآل محمد إلا أنهم عبادك وخلقك نحن نتحدث عن آيات تشير إلى آثار الولاية الكونية قلت لكم من أننا لا نعرف حقيقة الولاية لا نعرف حقيقة ولاية الله التي هي ولاية محمد وآل محمد هذه الولاية نحن لا نعرف حقيقتها لكننا نعرف آثارها حينما نقرأ في سورة الكهف في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة هناك الولاية لله الحق هناك أين هناك في مستوى الحقيقة في مستوى حقائق الحقائق هناك هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هذه آثارها آثار الولاية آثار الولاية يمكننا أن نتدبر فيها يمكننا أن ندرك ما نستطيع أن ندرك منها بحسب أوعية قلوبنا بحسب سعة مدارك عقولنا لكن حقيقة الولاية نفسها لا نحيط بها علما لا نملك لها تعريفا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هذه آثار ولاية الله التي هي ولاية محمد وآل محمد هذه الولاية الكونية تتجلى في الخالقية في خالقيتهم تلاحظون أن الآيات السابقة ساوى الله فيما بينه وبين محمد وآل محمد من الجهة ومن الحيثية التي تحدثت عنها الآيات لأنهم وجهه فيما بيننا المساوات ناظرة إلى أننا لا نتعامل مع الله نتعامل معهم بالضبط مثل ما جاء في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء نحن نتعامل معهم من أراد الله بدأ بكم كما في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم لكننا في هذا المقام في مقام الولاية الكونية وهو أعظم من المقام المتقدم يأتي التمييس فإنه أحسن الخالقي لأنه هو الذي خلقهم خالقيتهم كخالقيته هو الذي جعلهم هكذا الآيات هنا لا تنسب النقص إلى خالقيتهم لو كان هناك من نقص في خالقيتهم لو كان هناك من عيب من خلل لما قارن الله سبحانه وتعالى فيما بين خالقيته وخالقيته وخالقيته وماذا قال إنه أحسن الخالقي هذه صيغته أفعل للتفضيل أحسن هذا يعني أنهم في مقام الحسن والجمال لكن خالقية الله حسنها وجمالها أعلى لماذا لأنه هو الذي منحه وهو الذي أعطاه خالقيتهم كخالقيته وإذا ما نظرنا إليها بما هي هي من دون المقارنة مع خالقية الله فإن دعاء البهاء هو الذي يحدثنا عنها اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله تلك هي خالقيته إذا نظرنا إليها بما هي هي من دون المقارنة مع خالقية الله مع خالقية الله تأتي المقارنة هكذا من أنه سبحانه وتعالى أحسن الخالقي أحسن صيغة أفعل للتفضيل فهناك حسن وهناك أحسن فإذا نظرنا إلى هذا الحسن بما هو هو سيتجلى هذا المعنى من أنه أجمل الجمال وأحسن الحسن فهذه هي آثار ولاية الله فيهم هذه الخالقية وهناك الرازقية الخالقية تعني الإبداع وتعني أيضا القدرة على بعث الحياة وتعني أيضا القدرة على إماتة الحياة الذي يكون قادرا على الخلق إنه قادر على بعث الحياة وقادر في الوقت نفسه على إماتة الحياة في سورة المائدة في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المائة بعد البسملة من سورة المائدة قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقي هناك رازقون ورازقيتهم كرازقية الله لكن الله هو خير الرازقين لأنه هو الذي جعلهم في هذه المنزلة خير صيغة أفعل التفضيل أخيار يعني أنهم هم في مقام خيرية الرازقية لكن الله أخير في رازقيته الكلام هو هو الذي مر في أحسن الخالقي وارزقنا وأنت خير الرازقي وهذا الوصف يتكرر في آيات الكتاب الكريم إذا ما ذهبنا إلى سورة الحج في الآية الثامنة والخمسين بعد البسملة والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزق أنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازق الكلام هو هو والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزق أنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازق من سورة المائدة إلى سورة الحج ومنها إلى سورة سبأ وإلى الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازق إلى سورة الجمعة وإلى آخر آية فيها إلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة وإذا رأوا تجارة أو لهو وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق هذه هي آثار الولاية الكونية فهم خالقون وهم رازقون الله سبحانه وتعالى منحهم الخالقية إن لم يكونوا هم فمن هؤلاء الله منحهم الرازقية إن لم يكونوا هم فمن هؤلاء من هؤلاء أخبرونا أخبرونا من هؤلاء القرآن مليء بالآيات إمامنا الصادق يقول نزل القرآن على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق العبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء هذه عبارات وإشارات حتى إذا أردنا أن نقف عند حدود العبارات فإن المنطقة العربية هكذا يقول من أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقارن نفسه ب رازق صغير فإن رب الأسرة رازق لأسرته وهذا المعنى ورد في أحاديثهم الشريفة صلوات الله عليهم يستحب للأبي إذا ما وعد أطفاله أولاده بناته ما وعدهم بشيء أن يأتيهم به لماذا الروايات تقول لأن أطفاله وأولاده وبناته هكذا يعتقدون من أنه هو الذي يرزقهم هو المتكفل برزقهم فهم ينظرون إلى أن رزقهم من خلاله هو رازقهم فرب الأسرة رازق لأسرته فهل أن الله يقارن نفسه بأرباب الأسر أن يهتو رازقية هذه هذه رازقية مجازية سبحانه وتعالى لا بد أن يقارن رازقيته برازقية كرازقيته إنها رازقية محمد وآل محمد لكنه سبحانه وتعالى خير الرازقين لماذا لأنه هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي أعطاهم هذه القدرة على الخالقية وعلى الرازقية وهو قادر على أن يأخذ كل شيء منهم وهو قادر على أن يعدمهم أن لا يبقي لهم وجودا وإليه وإليه يرجع الأمر كله وإليه لكنه هو الذي أراد فكان ما أراد وأمره إليكم كما في الزيارة الجامعة الكبيرة نذهب إلى فاصل في الآية الرابعة والستين بعد بعد البسملة من سورة يوسف قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله فالله أن يأخذوا بنيامين معهم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لن يكون سبحانه وتعالى أرحم الراحمين ما لم يكن هناك راحمون ورحمتهم كرحمته هم رحمته الواسعة في سورة المؤمنون في الآية التاسعة بعد المئة بعد البسملة إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين هذا كلام فريق من المؤمنين لكن الله يقرر كلامه هم قالوا يخاطبون الله وأنت خير الراحمين الله يقرر كلامه يؤكده ويشدده في ذكره في هذه الآيات في آخر آية من سورة المؤمنون وقول رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أحسن الخالقي خير الرازقي أرحم الراحمين خير الراحمين في سورة الأعراف في الآية الخامسة والخمسين بعد المئة بعد البسملة في قصة موسى وقومه الذين اختارهم وذهبوا معه إلى الميقات واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا إلى آخر الآية أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين هذا كريم الله هو الذي يقول فهو يعلم أن غافرين عظاما مع الله غافريتهم كغافريته لكن الله خير الغافرين لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي منحهم هذه الولاية في الخالقية والرازقية والراحمية والغافرية وأنت خير الغافرين إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران وفي الآية الخمسين بعد المئة بعد البسملة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ هُنَاكَ نَاصِرُونَ وَهُمُ الَّذِينَ نُخَاطِبُهُمْ في دعاء الفرج يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران الطوسيون يشككون بهذا الدعاء ويقولون من أن الكلام ليس مناسبا في أن نخاطب محمدا وعليا بهذا الخطاب ما هذا هو القرآن هذا منطق القرآن أعرضوا الأدعية كلها والزيارات كلها والروايات كلها التي يثير عليها الطوسيون شبهة التفويض والغلو على هذه الآيات فإنها تأتي دونها في المعاني والمضامين وبهذا ستصبح بأجمعها صحيحة هذه منظومة قرآنية من الآيات أضعها بين أيديكم كي تعرضوا الأدعية والزيارات والروايات والروايات التي يثير عليها الطوسيون الأرجاس إشكالات التفويض والغلو أعرضوا تلك النصوص على هذه الآيات مثلما أمرنا أئمتنا أن نعرض الحديث على القرآن فما وافقه فإننا نأخذ به وما خالفه فهو زخرف فهو باطل صدقوني كل الأدعية كلها وكل الزيارات كلها وكل الروايات كلها التي يثير عليها الطوسيون الأنجاس من مراجع النجف وكربلاء الإشكالات من أن شبهة تفويض من أن شبهة غلو فيها أتحدث عن كتبنا الحديثية التي نعرفها وردت الروايات فيها عن أئمتنا وهي المصادر التي دائما أنقل عنها في برامج أتحدث عن هذه الكتب لا أتحدث عن كتب النصيريين مثلا لا شأن لي به لا أتحدث عن كتب النواصب من نواصب سقيفة بني ساعدة لا شأن لي به لا أتحدث عن الفرق الأخرى أتحدث عن كتبنا المعروفة لدينا التي هي كتب أئمتنا أحاديثهم رواياتهم إنني أتحدث عن الكتب الذهب وعن الحديث الذهب وعن الرواة الذهب وعن المضامين الذهب وعن الأئمة الذين هم صناع معادن الذهب أتحدث عن هؤلاء أعرض كل ما فيها على هذه المنظومة القرآنية التي لا زلت أعرضها بين أيديكم فإن مضامين كل الأدعية وكل الزيارات وكل الروايات التي يثير عليها الطوسيون الأنذان الحقراء من مراجع النجف وكربلاء يثيرون عليها إشكالات التفويض والغلو ستكون في مضامينها دون مضامين هذه الآيات فهذه الآيات تتحدث عن خالقية كخالقية الله وعن رازقية كرازقية الله أحسن الخالقين خير الرازقين أرحم الراحمين خير الراحمين خير الغافرين خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين هذا الدعاء سيكون معناه جزئيا يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران هذا أمر جزئي هؤلاء هم ناصرون بالمعنى المطلق منذ بداية الوجود إلى نهايته وناصريتهم كناصرية الله أما هذا الدعاء يتحدث عن عدد محدود من الناس من الشيعة يلجأون إلي أصلا لا قيمة لمضمون النصر هنا بالقياس إلى مضمون النصر الموجود في هذه الآية بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ناصرية مطلقة كالخالقية المطلقة ما هو الفارق؟ ما بين أحسن الخالقين خير الرازقين أرحم الراحمين أرحم الراحمين خير الراحمين خير الغافرين هذه الأسماء التي مرت علينا في الآيات المتقدمة الذكر خير الناصري نذهب إلى سورة الأعراف وإلى الآية التاسعة والثمانين من سورة الأعراف بعد البسملة وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين هناك فاتحون فاتحيتهم كفاتحية الله وإلا كيف صار سبحانه وتعالى خير الفاتحين هل يقارن نفسه مثلا بطارق بن زياد الذي فتح الأندلس مثلا أو بالسلطان العثماني محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية مثلا هذه فاتحية في الوجود ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فاتحية كفاتحية الله سبحانه وتعالى هذه المضامين المضامين واضحة وواضحة جدا في سورة الأنعام وفي الآية السابعة والخمسين بعد البسملة قل اني على بيّنة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين هناك فاصلون إنني أحدثكم عن مقام الولاية الكونية هذا مقام أعلى من مقام الولاية التكوينية والتشريعية وهو خير الفاصلين هناك فاصلون في هذا الوجود فاصلون في التكوين وفاصلون في التشريع سبحانه وتعالى يقارن فيما بين فاصليته وفاصليتهم وهو خير الفاصلين لأنه هو الذي أوجدهم هو الذي خلقهم هو الذي رزقهم هو الذي أفاض عليهم هو الذي تجلى فيهم هو الذي منحهم ما منحهم وهو القادر كذلك على أن يأخذ كل ذلك منهم لأنه هو الأصل وهم عبيده لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبيدك وخلقك نذهب إلى فاصل الآية التاسعة والعشرون من سورة المؤمنون وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين لا أريد أن أقف عند كل آية وإنما سأمر على بقية الآيات مرورا سريعا لضيق الوقت وأعتقد أن المعنى أن المعنى صار واضحا أحسن الخالقين خير الرازقين أرحم الراحمين خير الراحمين إلى بقية ما جاء مذكورا في مجموعة الآيات إلى هذه الآية وهي التاسعة والعشرون بعد البسملة من سورة المؤمنون وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في سورة آل عمران في الآية الرابعة والخمسين بعد البسملة ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الماكرون هنا محمد وآل محمد ماكريتهم كماكرية الله سبحانه وتعالى فهو خير الماكرين مثل ما نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك هذه المضامين تتفرع على معاني المكر ولا مجالة للخوض في التفاصيل ومكر ومكر الله والله خير الماكرين في سورة الأنفال في الآية الثلاثين بعد البسملة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وماذا نقرأ في سورة يونس في الآية التاسعة بعد المئة بعد البسملة وهي آخر آية في السورة واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين هناك حاكمون في هذا الوجود حاكميتهم كحاكمية لا وإلا كيف يقارن الله نفسه بهم إن لم تكن حاكميتهم كحاكميته وحاكميتهم خير ولذا قال وهو خير الحاكمين لأن خير هي أخير في أصلها هي صيغة أفعل التفضيل هذا يعني هناك خير وهناك من هو أخير من والخيرية هنا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده وهو الذي جعل الخير فيهم وجعل الخير على أيديهم إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية السابعة والثمانين بعد البسملة من سورة الأعراف وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أذا في قصة شعي بن النبي فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين إلى سورة يوسف وإلى الآية الثمانين بعد البسملة فلما فلما استيأسوا من خلصوا نجية قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين هذا كلام أحد أخوة يوسف ولكن الله قرر الكلام وهو خير الحاكمين الآيات واضحة وصريحة جدا وكل ما ذكر على سبيل هذه الصيغة بالمقارنة فيما بين الله وبين غيره لا ينطبق إلا على محمد وآل محمد وإذا قلتم هناك جهة أخرى فمن هي هذه الجهة الأخرى أخبرونا قولوا لنا من هي الجهة الأخرى التي تحدث عنها القرآن هل من المعقول أن القرآن لم يتحدث عن جهة مطلقا وإنما يقول الله هكذا من أنه أحسن الخالقين ولا يوجد خالقون من أنه خير الرازقين ولا يوجد رازقون ألا يكون هذا الكلام لغوا هناك جهة وصفت بالخالقية ووصفت بالرازقية ووصفت بسائر الأوصاف الله سبحانه وتعالى قارن نفسه بتلك الجهة لا يمكن أن يقارن نفسه بتلك الجهة وتلك الجهة معيبة وتلك الجهة ناقصة وتلك الجهة جهة بعيدة عنه لا بد أن تكون الجهة قريبة منه عظيمة كعظمته هو الذي منحها تلك العظمة فخالقية تلك الجهة كخالقية الله ورازقية تلك الجهة كرازقية الله بقية المعاني تتفرع على الخالقية والرازقية أهم الأوصاف وصف الخالقية ووصف الرازقية بقية الأوصاف تأتي تفرعا وتبعا لهاتين الصفتين نذهب إلى فاصل الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الإسراء قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى هذه هي الأسماء الحسنى أحسن الخالقي خير الرازقي أرحم أرحم الراحمين خير الراحمين خير الغافرين إلى سائر الأوصاف والأسماء الحسنى التي مر ذكرها في الآيات التي تلوتها عليكم قبل قليل قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى هذا في الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الإسراء وفي سورة الأعراف في الآية الثمانين بعد المئة بعد البسملة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه هذا الوصف ينطبق على الطوسيين لأن الطوسيين ابتداء من الطوسي في تفسيره وانتهاء بالطوسيين المعاصرين هم الذين حينما يتحدثون عن الأسماء الحسنى لله يتحدثون عن الألفاظ ولا يتحدثون عن المعنى الحقيقي للأسماء الحسنى المعنى الحقيقي محمد وآل محمد الألفاظ ظهور من ظهورات الأسماء الحسنى الذين يلحدون في أسماء الله من أوضح مصاديقهم الطوسيون المراجع الطوسيون وذروا الذين يلحدون في أسمائه يلحدون في أسمائه يميلون بها يميلون بها عن المعنى الصحيح عن المعنى الأصيل المعنى الصحيح أن الأسماء الحسنى هم محمد وآل محمد إمامنا الصادق يقول وأنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول من الكاف الشريف ومن باب التوحيد من كتاب التوحيد إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الرابعة والستين بعد المئة إنه الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا بمعرفتنا وفقا لمنطق القرآن الذي حدثتكم عنه ولا زلت أحدثكم عنه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هكذا قال إمامنا الصادق في تفسير هذه الآية نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا سورة الأنبياء وهي تحدثنا عن مقام آخر إنه مقام القرب عند الله وهو من مظاهر المقام الأعلى المقام المطلق المقام المطلق وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا هو المقام الأعظم وباسمك الأعظم 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 المقام الأعظم الذي خلقته خلق ذلك الاسم فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لهذا المقام تجليات مقام القرب سورة الأنبياء في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة تشير إليه وله لله سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض السماوات والأرض عنوان للوجود كله وله من في السماوات والأرض ومن عنده من هم هؤلاء الذين لا يعدون من أهل السماوات ومن أهل الأرض من هم هؤلاء ومن عنده إمامنا الصادق يقول للمفضل ابن عمر وهو يحثه على التدور في الآية ومن عنده ومن غيرنا من غير محمد وآل محمد الذين يذكرون هنا ومن عنده ومن عند الله وله من في السماوات والأرض ومن عنده ومن عنده مقام القرب لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يستحسرون لا يصيبهم الكلل والملل هذا هو مقام القرب وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون القرآن نزل على العبارة والإشارة هذه إشارة من الإشارات إذا ما ذهبنا إلى سورة الزخرف وإلى الآية الرابعة بعد البسملة إشارة أخرى إلى مقام القرب في الآية الثالثة بعد البسملة إنا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذا هو الذي نقرأ فيه بلغة العرب باللسان العرب وإنه في حقيقته وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ومن عنده لدينا هذه إشارات إلى مقام القرب وهذا المقام هو أعلى من مقام الولاية الكونية هذا المقام أعلى مقام القرب ومن عنده وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الإشارة في سورة صاد إليه في الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة من سورة صاد قال قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين هؤلاء هم العالون الذين عنده الذين لدينا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم في المقام العلي الحكيم عنده هم هم العالون الله لا يسجدوا والعالون لا يسجدون إنما يسجدون لله سبحانه وتعالى الله لا يسجد لشيء العالون يسجدون له فقط ولذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول لإبليس لماذا ما سجدت لآدم أكنت مستكبران أم أنك لا تسجد لآدم العالون لا يسجدون لآدم كنايات إشارات تلويحات قولوا ما شئتم القرآن يتحدث معنا بمستوى تفكيرنا قطعا في أفق من آفاقه أنا أتحدث عن أفق العبارة الآفاق الأخرى تتجاوز عقولنا فإن أبعد شيء عن عقول الرجال تفسير القرآن العالون كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالي إذا أردنا أن نجمع بين هذه المضامين بين مجموعة الآيات التي ساوى الله فيها فيما بينه وبين محمد وآل محمد على سبيل المثال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم المجموعة التي مر ذكرها والتي تتحدث عن آثار الولاية التكوينية والتشريعية لمحمد وآل محمد أئمتنا في الأرض أئمتنا في هذا العالم الذي يتواجدون فيه بين أظهرنا وجمعنا إلى ذلك مجموعة الآيات التي تحدثت عن الولاية الكونية حينما جاءت الأوصاف أحسن الخالقين خير الرازقين إلى بقية المضامي ثم نظرنا إلى الآيات التي اجتملت على إشارات دقيقة ومن عنده إلى أن وصلنا إلى العالين أستكبرت أم كنت من العالين إذا أردنا أن نجمع بين هذه المضامين تتجلى لنا صورة إجمالية في العديد من المراتب والمجال لولاية محمد وآل محمد لكن المضمون الأوسع والأدق حينما يتحدث القرآن عن المقام المطلق فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك مثل ما جاء في سورة القصص في آخر آية منها في سورة القصص في الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه لو كان وجهه من ذاته لما جاء الكلام مناسبا لكن وجهه ليس من ذاته إنها حقيقة محمد وآل محمد فهل هذه الحقيقة حقيقة هالك القرآن يقول لا كل شيء هالك إلا وجهه المضمون نفسه في سورة الرحمن في الآية السادسة والعشرين والتي بعدها بعد البسملة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هناك تفريق بين الوجه والرب الدليل أن الآية وصفت الوجه وما وصفت الرب ذو الجلال والإكرام صفة للوجه لأن ربك جاءت مجرورة بالإضافة فهذا الوصف ليس لربك لو كان لربك لكانت الآية هكذا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على أي حال أنا لا أريد أن أغوص في كل التفاصيل اللغوية والبلاغية وقت الحلقة انتهى سألملم أطراف حديثي كي أودعكم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا هو الوجه الباقي هذا هو الوجه الذي لا يتطرق إليه الهلاك هو هو الذي جاء مذكورا في سورة البقرة في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع علي فأينما تولوا فثم وجه الله في أحاديثهم وفي تفسيرهم وجه الله محمد وآل محمد وعن أمير المؤمنين الرواية في احتجاج الطبرس وجه الله هو قائم آل محمد أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقي شيء من الكلام لكنني أعتقد أن البيانات باتت واضحة فهناك آيات ساوى الله فيها بينه وبينهم صلوات الله عليه تحدثت عن آثار الولاية التكوينية والتشريعية وهناك آيات تحدثت في مقام أعلى تحدثت في مقام الولاية الكونية في آثار الولاية الكونية هو أحسن الخالقين هو خير الرازقين إلى بقية ما تحدثت عنه الآيات وهناك آيات أشارت إلى مقام القرب ومن عنده إنهم العالون وهناك آيات تحدثت عن وجه الله المعنى الأوسع والأشمل كل المقامات التي ذكرت في ولايتها تتفرع عن ولاية وجه الله الأعظم كما قلت لكم حقيقة الولاية نحن لا نستطيع أن ندركها إنما نتمكن أن ندرك آثارها بحدود مداركنا بحدود عقولنا وقلوبنا وصلنا إلى هذه النقطة هذه منظومة قرآنية عقائدية نستطيع وفقا لها أن نعرض كل الأدعية وكل الزيارات وكل الروايات التي يقول الطوسيون عنها من أن التفويض يشوبها من أن الغلوة يشوبها إذا ما عرضناها على هذه الآيات فإن مضامينها ستكون دون مضامين هذه الآيات القرآنية أعتقد أن الأمر واضح جدا وهذه المنظومة القرآنية تثبت ضلال عقائد الطوسيين وتثبت جهلهم وتثبت خطأ منهجهم مناهجهم خاطئة عقيدتهم ضالة عقولهم فارغة من المعارف الحقيقية وهم لا يفقهون شيئا من حقائق القرآن لقد ضلوا وأضلوا شيعة معهم ألا لعنة على منهجه ألا لعنة على مذهب ضلاله بإمكانكم من خلال معرفة كينونة دين العترة الطاهرة أن تشخص كينونة الضلال في المذهب الطوسي فإنما تستبين الأشياء من أضادها نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في عنوان جديد في نفس هذا المضمون في كينونة دين العترة الطاهرة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر